كثيرة هي المدن اليمنية التي يتم العبث بشوارعها والبسط عليها من قبل العديد من المتنفذين مما يسلبها جمالها وهدوءها ويسرق منها مدنيتها وحضارتها مدينة التربة احد هذه المدن التي تشهد بناء عشوائيا في شوارعها الرئيسية وبسط من قبل سماسر ومتنفذين منذ اربع سنوات وخارج مخططات الدولة مما يتسبب في حدوث فوضى واختناقات مرورية تهدد المدينة برمتها في ظل غياب الضمير والرقابة والسلطة الشارع مغلق بالمبنى هذا وهذا موقف مدرسة الكريمي والشارع هذا الآن قضية كيف تكون والشارع الدائري ماشي هنا وقيم مصطدم بالمقبرة اللي كان المفروض تعمل حلول تعمل رأي قانوني بحسب المخطط العام منحوا تراخيص وتم العمل بها وبعض الناس بنوا في الشوارع العامة السلطة المحلية في مديرية الشميتين كشفت عددا من هذه المخالفات والاسسيلاء على الشوارع العامة والبناء فيها بدون تراخيص قانونية فقامت على حد قولها بإيقاف جميع مهندسية الأشغال العامة نظرا لمنحهم تراخيص مزورة استعنا اليوم بلجنة من مكتب الأشغال محاول تعز لمعرفة الشوارع التي تم الاستيلاء عليها أو ترخيص بها هو الشوارع التي أغلغت تماما اللجنة الفنية للمسح والتخطيط العمراني القادم من تعز وقفت مذهولة وحائرة جراء ما تم استحداثه من مباني كثيرة داخل الشوارع العامة في مدينة تربة في الأربع السنوات الأخيرة موضحة أنها ستقوم بإعادة المسح الميداني وتسجيل المخالفات والرفع بها للجهات المعنية وقمنا بزيارة ميدانية إلى المدينة فوقدناها امتلات بشكل فضيع في خلال الخمس السنوات نلاحظ أنه وجود مخالفات كثيرة للعدد وجود ممرات بحسب المخطط مكتب الأشغال في مدينة تربة من جهته ناشد الجهات المعنية بضبط كل من يخالف ويتعدى على المخطط العام وعمل حلول عاجلة لمعالجة كل المخالفات نأمل من كل الجهات ذات العلاقة التعاون معنا من إنجاح الشقة المخطط العام ببقية الشوارع التي لم تم شقها ونأمل الضبط بكل من يخالف أو يتعدى على المخطط العام يظل البناء العشوائي والمتاجرة بأراضي وشوارع التربة مشكلة قائمة وكبيرة تستدعي من السلطات المحلية والتنفيذية والرسمية في المديرية والمحافظة سرعة معالجة هذه الاختلالات ومحاسبة كل المتورطين بتجارة أراضي المدينة ومخططها العام